جرائم إصدار الشيك بدون رصيد من أبرز وأغلب القضايا المنتشرة بكثرة بين أرويقة المحاكم إمضاء سكوك على بياض من طرف أشخاص غرضهم الاحتيال حتى رصيدهم البنك قد يكون خالي هو ما يعاقب عليه المشرع الجزائري من سنة إلى خمس سنوات حبسا نافذا الإنسان بما أنه يقدم الشيك مباشرة إلى طرف أخر فهو أعلان بأنه مبلغ الشيك متواجد في الرصيد ولما ما يكونش المبلغ موجود هنا نتحدثه على فعل ما يعاقب عليه كانوا العقوبات ضمن المادة 374 بعقوبة من سنة إلى خمس سنوات إجراءات أولية من بنية الحصول على عدم الدافع في مبادع عوارد الدافع الخاصة عشر أيام وعشرين يوم حتى نتوجه في مبادئ العدالة وباش نذكروا ونوضحوا أن الشيك هو آدات مخالصة ولا يعتبر ضمانا أبدا بالعكس أنه حتى الإنسان يتعامل بالشيك على سبيل الضمان يعاقب عليه القانون في حال ضياع السك لا بد على الأشخاص من القيام بإجراءات التصريح بالضياع وإجراء المعارضة على مستوى مراكزهم البريدية التابعة لهم أي إنسان ضيع الشيك التاعه هناك إجراءات يجب أن يتخذها بسرعة من بينها التصريح بالضياع والقيام بإجراء المعارضة على مستوى المركز البريد التابع له أو أي جهة معينة ومختصة بهذا الشيك لا يشترط في عملية منح الشيك لطرف تاني أهم عمالة سواء مدنية أو تجارية يكفي أنك تقدم الشيك وأنت تعرف أو على علم بأنه لا يحتوي على رصيد حتى تعتبر الجرم أو الجنحة قائمة في حقك قضايا إصدار الشيك بدون رصيد أضحت اليوم كالموضة في تعاملة البعض من أجل التحايل والنصب على المواطنين متناسين أنهم يعرضون أنفسهم إلى متابعات جزائية صارمة تؤدي بهم إلى السجن اشتركوا في القناة